أعلنت وزارة الصحة إطلاق ثماني قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك يومي الخامس والسادس من إبريل للكشف والعلاج مجاناً في كافة التخصصات الطبية بثماني محافظات ومن جانبي أكد محافظة الإسماعيلية الشريف بشارة توجيه قوافل طبية تضم كافة التخصصات لتقديم الخدمات للمناطق المحرومة مشيراً إلى تنظيم قافلة طبية اليوم إلى قرية أبو عشور لخدمة الأهالي ولا فتن إلى استفادة ما يقرب من أربعمائة أسرى من قافلة حتى منتصف اليوم الأول لتنظيمها